مريض مريض حرف الضاد يأتي في نهاية الكلمة متصلا بما سبقه متصلا متصلا كما ترون إذن حرف الضاد في نهاية الكلمة هنا متصلا والسن يقوم بصنع البطن الذي ينزل قليلا أسفل السطر الآن نأتي لشكله في نهاية الكلمة وهو منفصلا دون أن يتصل بغيره من الحروف لا صابقا ولا لاحقا المثال الأر الأرض الأرض معي أعزائي الطلبة الأر الأرض 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 هنا نميز حرف الضاد بحصره ونلاحظ وجوده في نهاية الكلمة ولكنه منفصلا وليس متصلا هنا متصلا هنا متصلا وهنا منفصلا 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 المثال الآخر عندي هنا مقطع لدي مقطع عرض 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 نأتي إلى الضاد ونحصرها التي تأتي في نهاية الكلمة وكما تعرفنا السن هو الذي يقوم بصنع البطن لنهاية الكلمة لنهاية الكلمة الآن لدي هنا ملاحظة هامة قمت بكتابة هذه الملاحظة لوجود الأخطاء عند بعض الطلبة عند قراءة الكلمات المتضمنة لحرف الضاد فهذه الملاحظة هي تمييزه عن الصاد والضاء رسما ولفظا فالصاد يشبه الضاد يشبه الضاد في الرسم كما تلاحظون هنا هذا هو حرف الصاد حرف الصاد يشبه الضاد تماما في الشكل ولكن حرف الضاد يتميز بوجود النقطة التي تجعله مختلفا في الصوت وفي الاسم إذن الصاد يختلف عن الضاد من حيث النقطة التي تخلف الصوت والاسم الضاء الضاء هنا أعزاء الطلبة يقوم الطلبة كمثالا كلمة الأرض وكلمة عرض هنا يقوم الطالب عند قراءتها الأرض عرض الأرض عرض وهذا خاطئ وعلى هذا الأساس يتم التمييز ما بينهما في الصوت هنا الأرض الصحيحة وهنا الأرض التي يلفظها الطالب فهنا خاطئة وهنا صحيحة يجب الانتباه إلى صحة لفظ الحرف ومخرجه انتبه عزيز الطالب الأرض وليست الأرض الأرض وليست الأرض نرجو من الأمهات الانتباه لتمييزها ككلمة ظاهر بالضاء ظاهر بالضاء وليست بالضاد الأرض بالضاد وليست بالضاء هنا يجب التمييز ما بين الحرفين لفظا نكمل الآن أعزائي الطلبة ترجمة نانسي قنقر